المشكلة بوقتنا الحالي هلا أنا برأيي ما بهاي القضية وبالصراع اللي صار بين إسرائيل وفلسطين هو أنه أغلب الناس بس بدأ تأخذ موقف باتباع على شخص تاني أنا الفيفورت يوتيوبر تبعي أنا الفيفورت برسن تبعي أو آرائي الشخصية مع تحيوزات الفكريين الناس عم تأخذ آراء بناءً على شغلات تانية بدون ما يعرفوا حقائق هنا من نفسهم أو خلينا أقوم بدون ما يكون عندهم معلومات كافية أنه يصلوا لاستنتاجات مبررة فليحابب أعمله أنا كإنسان ملحد واعتبر ليس لي لا ناقة ولا جمل فكإنسان خلينا أقول محايد دينية محايد على مستوى العقائد ومحايد على مستوى السياسي لحعطيكم أنا شلون بصل للإستنتاجات اللي أنا بصلة بحياتي لما بدي أخذ موقف من شي معين فهيك بصير إنه بدل ما أقول أنا رأيي واحد اثنين ثلاثة ويلي ما بيتبع معي بنعمله بان أو بيتبع معي بنعمله هاي فايف خلينا نحكي حقائق صارت حوالين هذا الموضوع والناس خلينا تقول خلينا نقول الناس تحكم بنفسها لأنه هذا اللي بعمله عادة أنا بأمور الدينية مغارطات منطقية والآخرة هلأ تاريخيا هاي المنطقة تعرضت لكتير تغيرات وتقلبات شعبية كتير صار في تغيرات بهذه المنطقة ما بنرجع بالتاريخ أكتما نلاقي شعوب معينة لكن فينا حتى نوضح الصورة دي أحكي لكم ياها فينا نرجع لفترة ما قبل الميلاد اللي هي المنطقة هون اسماه فلسطين بالمنطقة ما قبل الميلاد فشالكا استغلبت منه مسامينها إسرائيل لأنه بغض النظر عن دعم القضية أو الوقوف مع الفلسطينيان المنطقة اسماه فلسطين تاريخيا هي قبل الإسلام وقبل اليهودية وقبل كل شيء فالمنطقة كان اسماه فلسطين محزن أنه يتغير اسماه لأسباب سياسية وصراعات سياسية ب checking حالية يعني من قبل الميلاد اسماه المنطقة فلسطين محزن هذا الشيء برأي أنا يعني تاريخياً المنطقة هؤلاء يسمى فلسطين كانت محكومة ما يسمى مملكة إسرائيل ومملكتين هنا كانوا بالفوق هذه المنطقة الشمالية تعتبر مملكة إسرائيل ومنطقة الجنوبية مملكة يهودة تسمى فالأهل أهل المنطقة كانوا يهود يعتبروا لكن ليس ضرورة يهود مثل النسخة الموجودة بوقتنا الحالي إذن كان هنا نجاين كان عندهم عادات وتقاليد من الشعوب الأقدم منهم كانت الكنعانية بهذه الأماكن فكان عندهم أديان شعبية وعندهم عبادة آلهة متعددة فوحتى اليهود نفسهم كانوا يعبدوا آلهة متعددة مع الوقت تطوروا اليهود وصاروا يعبدوا إله واحد مع اعترافهم وجود آلهة ثانية مع الأيام بعد يصلنا لذا يهوى الإله يهوى والله هو الإله الوحيد لكن تاريخياً كانوا يعبدوا آلهة متعددة ويصار أنهم س testingه بطريقة مختصرة جداً فإذا كان هناك تفاصيل أصدقائكم فإن كان هناك الطريقة مختصرة بإنصد الوصيل التي mayorة أتكون دعوة المنطقة أنا شايفه أخلاق بوقتنا الحالي أو مبرر فنعم من بعد أجو أخوتنا ما يسمى البيزنطيين موضروا البيزنطيين لأنه فيه من اليونان هنا لكن فيه من روم أيضا من إيطاليا أجو أخوتنا خلينا أقول الامبراطورية الرومانية الرومن امباير اجت سيطرت عن منطقة فأجو سيطروا عن منطقة اليهود اللي كانوا موجودين بفلسطين تم طبعا ارتكاب جرائم فيهم وترحيلهم واستعباد اللي استعبدوا حتى يهربوا كانوا على دول مجاورة ما تسمى بلاد الشام لأنه كانت أيضا الروم من امباير مسيطرة عليها لهذه المنطقة فأغلبهم بالبداية هربوا للجنوب للجزيرة العربية وطبعا ما كان خيار كتير موفق لأن أخوتنا المسلمين كانوا كتير رحبوا فيهم لليهود تعرفوا أنتم الحديث رسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنه لن يبقى لأخر يجنى اليهود والنصارى من الجزيرة العربية فانظلموا هون هو هن بهالمنطقة اليهود هربوا للجنوب ما لقوا شي جيد فهربوا للشمال من بعدها ما يسمى كان من زمان بلاد التركمان والآخرهم فهربوا وتبعثروا وتحولوا هنا اليهود ظل في يهود أكيد بفلسطين موجودين من وقتها يعني من هذه الأيام ظل يهود موجودين إن كانوا مستعبدين ولا إن كانوا إقطاعيين عندهم اتصالات مع الحكومات الجديدة حياتهم جيدة ظل في يهود لكن بشكل عام الشعب تبعثر تحول لشعب متبعثر هو أغلب تبعثرات تبعهم كانت يعني هاي بلاد التركمان روسيا هلأ بوقتنا الحالي أوروبا الشرقية والآخرية حتى فينوا وصلوا أوروبا الغربية لكن أغلبهم كانوا بهاي الأماكن هلأ هون منشطح بقى هون الأرنة بهاي المنطقة صارت تقلب عليها كتير شعوب ومشاكل ومنعرف وتعجوا لفتح بلاد المسلمين على البيزنطية والآخرية المهم اليهود خلين نركز على اليهود اليهود تبعثروا بأوروبا لكن بحص سيء جدا لأنه هنن كأقليات اليهود كانوا غير مرحب بها وغير محبوبين يعني خصوصا عندنا نحن بروسيا إذا شطحنا بالزمن لقد نصل لمرحلة حكم ستالين ستالين كان إنسان بلطجي مضطرب عقليا وعنده مشاكل مع الدين وكان عنده إجرام قاسي مع الدين بشكل واضح كان بده يبني دولة لا دينية بشكل عام ويحول حاله هو لإله يعني فستالين ما كان رحيم أبدا معهم لأخوتنا اليهود فاليهود بلشوا يهربوا لأماكن الشرقية أكتر بالأماكن الشرقية أيضا ما يسمى الاتحاد السوفيتي كما كان بعد ذلك الفترة ما كانوا كثير مرحبين لليهود لأن اليهود هنه بشكل عام مجتمع منغلق ومتعصب لدينه جدا فأنت يعني غير قابلين للاندماج كانوا بالمجتمعات التانية اليهود وبنفس وقت الدين اليهودي ما له دين توحئة ما له دين عفوا تبشيري فهنه كانوا انت تخيلوا أقليات عايشين بين ناس العليا منه نحن أسمى منكم ونحن اللي الله اختارنا الشعب المختار وما بدنا ندعوكم لننقصكم من جهنم أو ما عندهم جهنم لكن ما بدنا ندعوكم للدين تبعنا وبنفس وقتنا لها أحسن منكم فما كان في قابلية أنهم يندمجوا من مجتمعات التانية بسبب تعصبهم لدينهم والتزامهم لدينهم فعدم تقبلهم للحضارات اللي هنه عايشين فيك سوى لهم مشاكل كأقليات وتعرضوا لإضطهاد كبير بأوروبا اليهود وكانت حتى في الاتحاد السوفيتي كان طبيعي جداً يهود تنسرق الأراضي الزراعية تبعهم تنسرق بيوتهم أو يطلعوا للحكومة يتقلعهم يجيبوا ناس تانيين طبيعي جداً أيرانيكلي شي نفسهم عم بيعملوهم بأماكن مثل الضفة الغربية ومبقى بفلسطين كلها يعني هلأ كمان نيجي لهذه المنطقة فكانوا يتقلعوا من بيوتهم كانوا يصير عليهم إضطهاد كبير تبحتروا اليهود بأوروبا ومظلومين كانوا كأقليات ما لنعايشين حياة جيدة وهن بشكل عام يعني مع أنه هن الناس جيدين كانوا يعتبروا على مستوى الاجتماعي ليش؟ لأنهن عندهم خلينا نقول التزامات اجتماعية بالآيديا أو مفهوم العائلة موجودة عندهم مفهوم الالتزام بالعمل مفهوم الأمانة تصميد المصاري عدم الهدر كان عندهم عادات جيدة لكن ما بحبوا يندمجوا بغيرهم لذلك كانوا أقليات متهضة وبشكل عام هو فعون سورية كانت في أوروبا ما بيحبوا اليهود يعني هلأ منشطح نرجع لهذه المنطقة هون اللي اسمها فلسطين ومنشطح السنين لأغلب الناس تفكروا أن أزمة بلشت بـ 1948 اللي هي عام النكبة اللي الفلسطينيين بيسموه نكبة لكن الإسرائيليين بيسموه الاستقلال لكن الحقيقة المشاكل بلشت بـ 1916 بـ 1916 بهاي المنطقة هون كان المسيطر هنه العثمانيين كانوا هنه مسلمين سنة يعتبروا لكن كان عندهم اختلافات سياسية مع مسلمين المنطقة مع مسلمين الجزيرة وكش في الجزيرة لذلك كان في عندهم اختلافات كبيرة بيناتهم مع أنه الاثنين مسلمين سنة يعتبروا لكن المسيطر هون كان العثمانيين المنطقة هون كان اسمها كمان ما زال فلسطين وأهلها كان اسمهم كان اسمهم أهل فلسطين أو عرب فلسطين يسموه كلها كان يقال عليهم العرب فلسطين وهي الفلسطين يهود ومسيحية ومسلمين لكن بفترة الحكم العثماني كانت الأغلبية مسلمين اللي بعدهم مسيحية والأقلية كانت اليهود اليهود بهذه الفترة كان عندهم حزب متشدد جدا جدا وعنصري جدا جدا اسمه حزب الصهايمة أو الحركة الصهيونية هذول الجماعة وجودهم كان غير مبرر أخلاقيا وأفكارهم غير مبرر أخلاقيا لكن متفهم وجودهم يمكن استيعابه بسبب الضغط اللي كانوا عم تعرضوا له هون بفلسطين وبأوروبا بسبب الكره والضغط اللي بتعرضوا لليهود فهن مرة تانية كانت حركة غير أخلاقية أفكارهم تعتبر كتير عنصرية كتير إرهابية لكن متفهم وجودة لأنه ردت فعل بسبب الضغط اللي عم يصير مع اليهود لأنه إحنا هزم بتمنؤون إحنا حكومة عثمانية كانت حاكمة معناتها اليهود والنصارى ملموسة النسيحية كانوا عم يتعاملوا كمواطنين درجة تانية بفلسطين وبينطبع عليهم أحكام الزمة وعندهم جزية بيدفعوها اللي هي الحقيقة الجزية بيقولوا بنص الـ 1800 بيقولوا الحكومة العثمانية ألغت الجزية لكن هنا ألغوا الجزية واستبدلوها بشي اسمه بدل عسكري لأنه العثمانيين لما ألغوا الجزية عن اليهود والنصارى مرة تانية هنا مسيحيين لما ألغوا عنهم الجزية طلعوا لهم شي جزية تانية اسمه بدل العسكري بدل العسكري شو فكرته أنه نحن بدنا بالجيش طبعا يكون في مسلمي حصرة ما فينا نجيب يهود ومسيحيين على الجيوش طبعا ما فينا نسلمهم الإسلاح بركي غدروا فينا لكن بنفس وقت ما بدنا نحطهم هيك ببلاد عم ندافع عنهم بلاش فبيدفعوا بدل الجزية شي اسمه بدل عسكري فالجزية عمليا ضلت موجودة لما في ناس بيقولوا لا التغد الجزية والعثمانيين أقول نو استبدلوها ببدل تاني اسمه بدل العسكري فهي الناس كانوا يعايشين درجة تانية ومجبورين يدفعوا شيء جزية أو مشابه للجزية وطبعا مع حكام أهل الزمة لكن هاي المنطقة كان اسمها أهل فلسطين أو بلد فلسطين العرب فلسطين والآخرة كلهم كانوا مدموجين وعايشين مع بعضهم ومرتاحين نوعا ما يعني اللي صار بـ 1916 أصدقائي بفترة حلبة عالمية الأولى وهي الأشياء الناس اليوم شو بتشوف بتشوف المشكلة إسرائيل فلسطين أميركا هاي المشكلة بين هذول الثلاثة لكن الحقيقة المشكلة الأساسية هي بريطانيا أنا مستغرب بوقتنا الحالي هلأ ححكي لكم ليش مستغرب بوقتنا الحالي شلون ما حدا جايب لها السيرة بريطانيا هي السبب الأساسي بالمشكلة وبوجود الصهاينة أصلا أو بدعم الحزب الصهيوني أو الحركة الصهيونية اللي صابها في 1916 يا أصدقائي أنه بريطانيا كان بدها حركة كان بدهم سياران خلينا نقول سياران تجاري بيمشي بهاي المنطقة هي كل جيدة بالنسبة للهون بيعصلج هون وما بيوصلهم للهند كان بدهم سياران تجاري يصير بينهم وبين الهند فكل هاي الأماكن زي العسل إلا هاي المنطقة اللي هي كتير استراتيجية بالنسبة للهون لأنهم يوصلوا على الهند وما لهم عم بيخسروا كانوا بحروب يعني حاولوا هنين يغدروا أو يعملوا مشاكل مع عثمانين ما ذروع ثمانين كانوا مسيطرين أصدقائي كانوا عم يكوك فالعثمانيين كان محد عم بقدر عليهم بهاي المنطقة وبريطانيا بده هاي الأرن فشو عملت إختنا بريطانيا اللي هي السبب المشاكل بـ 1916 راحوا البريطانيين اللي عند شريف مكة قالوا له بلنه شو رأيك أنت تساعدنا نساعدك نحنا تدفش العثمانيين برا ومنعطيك هاي المنطقة منعطيك مو بس شو اسمه القدس منعطيك هاي المنطقة كلها فلسطين الحلم الإسلامي طبعا معروف شو هو خلافة إسلامية فحلم الشريف بهذه الفترة كان بده منطقة تعادل هادر يعني لا يدفيني أرسم لكم لكن تعادل هيك من هون شوي من مصر شوي من إيران لحدود تركيا بوقتنا الحالي هاي المنطقة تكون كلها خلافة إسلامية فكان سعيد جدا بهذا الشي وهو فعلا تواصل مع الفلسطينيين المسلمين وخبره ان احنا لازم ندفش العثمانيين ونحاربهم اللي كانوا معرفانينه الاخوة المسلمين بهذه الفترة انه بريطانيا بنفس هذا الاتفاق اللي اتفاقوا مع الشريف كانوا من شكل سري من تحت لتحت عاملين اتفاق تاني مع اليهود اللي هو مع الحركة الصهيونية الحركة الصهيونية بهذه الفترة كانوا ناس صغار أقليات لكن أثرياء بشكل لا يمكن تصوره كانوا أثرياء بشكل لا يمكن وصفه المصاري اللي كان معهم إياها والبريطانيا كانت بدأ هذا الدعم المادي لأنه أصلا كانت حرب عالمية الأولى وكان فيه استنزاف مادي فبدأ دعم مادي فراحوا لعند الأثرياء الزاينست الصهاينة وقالوا لهم شو رأيكم نعمل تساعدونا نحنا ندفش العثمانيين كمان اتفاقوا نفس الاتفاق معهم ونطالعوا برات البلد تبعكم وبسنا ننتصر وبنعطيكم البلد للكم وبتصير القدس للكم شو رأيكم نعمل هذا الشيء لكن ووافقوا الصهيونية وعطوهم المصاري وعطوهم الجيش وعطوهم أسلحة وساعدوا وآتلوا عشان يطالعوا عثمانيين وطالعوا فعلا العرب واليهود طالعوا للعثمانيين من هاي المنطقة لكن اللي الاثنين ما كانوا عارفانينه أنه إختنا بريطانيا كانت عاملة معاهدة ثالثة سرية بحده بيعرف فيها اللي هي تبع أخونا آرثر بلفور اللي سمعان فيها هو آرثر بلفور هو تبع يعني هاي الاتفاقية لكن اللي عاملة آرثر بلفور الاتفاقية الثالثة شو كانت؟ كانت سايكي سبيكو يلي هي اتفاق سري بين البريطانيين وفرنسيين أنه نجيبوا هاي البنطقة ويتقاسموه على كيفهم مثل الكيك مثل كأنه جايبين كيك عم نقسمها انت بتاخد كذا فرنسا بتاخد سوريا بلبنان احنا بناخد كذا عم يقسموا على كيفهم كانوا هذي اللي ما كانوا عرفاني فبريطانيا كانت فايتها بثلاث معاهدات معاهدة مع المسلمين ومعاهدة مع اليهود وصايكي سبيكو معاهدة سرية فالي صار بعد ما عملوا هاي المعاهدات الوهمية أنه فعلا دفشوهم للعثمانيين قدروا ينتصروا عليهم ويطلعوهم برات هالمنطقة لكن مين ساعتها اللي سيطر يا حزركم على هاي المنطقة مين اللي مسكها بريطانيا ما سلموا لا العرب اللي متفقين معهن وما سلموا الصهاينة اللي معهن كمان هون بريطانيا استلمت وقعدت بقى بهاي الفترة بريطانيا سالت شو تحاول تعمل تحاول تفهم مين الحليف الأفضل اللي إلها بالمنطقة لأنه هنه خاص انتصروا وقعدوا هنه مسيطرين فعم تحاول تستعلم مين حليف الأفضل لإلها إذا بسلم العرب يعني أنا عندي اتفاقتين ونجحوا الاتفاقتين الأسهل أني أنا سلم العرب وبس اليهود يزعلوا مني شلون بتخونيني العرب بيمسحوهم لليهود لأنه هنه الأقلية بهذه المنطقة وفينه نهيجوهن على بعض هذا الأسهل ولكن العرب اللي دفشوا العثمانيين وطلعوهم من هاي المنطقة هنه مسلمين ومسلمين سنة والعثمانيين هنه أيضا هنه مسلمين سنة الاختلاف الوحيد اللي بيناتهم هو ليس عقائدي وإنما اختلاف سياسي لهيك أنا عم بيقاتلوا بعض فخافوا البريطانيين أنه مع المستقبل المسلمين اللي تصالحوا مع بعضهم تتسكر هاي الأماكن وتركيا ترجع يصير عندها سلطة قوية هي أورادي كانت قوية العثمانيين يعني فتسكر عليهم هذا السيلان الاقتصادي اللي بوصلنوا للهند هذا اللي كانت خايفة منهم فشو قالت لك بريطانيا لأ أحسن لي أنا أدعم الصهاينة اللي هنن أيضا عندهم هدف عقائد ين يضلوا بهالمنطقة لأنه اليهود بيقولوا نحن شعب الله مختار المسلمين بيقولوا نحن خيروا من أخرجر الناس والاثنين بدون القدس فالأفضل أني أنا أدعم الصهاينة لحتى أضمن إيد لألي هون بهالمنطقة لأنه اليهود دائما دائما لحيكونوا أنا بحاجتي وأنا بحاجتهم بعكس المسلمين يمكن يتصالحوا ويطالعوني برا فبلشوا يدعموا هون الصهاينة بهالفترة بلشت كمان تزيد العنصرية تزيد الضغط على اليهود بأوروبا وطبعا نحن عم نحكي بفترة نهوض نهوض الحزب النازي بألمانيا تعرضوا للإجرام والتهجير والعنصرية بأوروبا فصاروا طلعوا بقرار جديد أنه نحن منجيب اليهود منرحلهم من أوروبا مننزلهم على القدس طبعا فيه اختلافات فيه كثير قصص منطقة بأفريقيا على كم آخر شيء القادة اليهود اتفعوا أن ينزلوا على القدس فبريطانيا قالت له نحن منسهلكم حطوا يدهم بأيد للصهاينة وقالوا نحن منسهلكم لأنكم أنتم تجوا على هاي البلد وتعيشوا فيها وشو سموها يا أصدقائي صحيبي هذه الفترة سموها العنوان كان تبعا الترحيل أو خلينا نقول مساعدة اليهود بالخروج من أوروبا العنصرية للذهاب إلى القدس العنوان تبعها كان أرض من دون ناس وناس من دون أرض يلي هو كله غال أول شيء هاي أرض كان فيها ناس مسبقا فلسطين كان في إلها سكانها أهل فلسطيني هلين أغربيتهم مسلمين وفي منهم مسيحية وأقلية والأقلية يهود واليهود اللي جايين برا كمان عندهم أراضي وعندهم امتلاكات معينة بأوروبا طبعا كانوا متهدين لكن الادعاء وهمي كان والناس بهذه الفترة أيضا كانوا المعلومات بسيطة فالناس وقتا كانوا يسمعوا الشرق أوسط أغلبيتهم يتخيلوا صحرة فاضية ما في أحدا فلما طلعوا بهذا العنوان تبع الناس ركضت في أوروبا قالوا يا why not يبعتمون وبلشوا شوي شوي يبعتوا اليهود اللي يجيبوهن على فلسطين أول فترة كان ما في ضغط يعتبروا لاجئين كانوا وفي كتير يهود اجوا اشتروا أراضي فعلا يعني اجوا استملكوا أراضي اشتروا نحن شلون في ناس تسمع من الناس اللي بعارضوا قضية فلسطينية بأن الفلسطينيين باعوا أراضيين وهربوا ونحن شو دخلنا بالفترة الأولى هي عم نحكي عليها نحن قبل المشاكل قبل الجرائم قبل ما كذا أول ما أجوا كان لاجئين اليهود أول شي كانت بريطانيا بسيطرة على الأرض ومصر كان في إلها كمان أثرياء بمصر عندهم بعض الأماكن بعض الأراضي فأغلب اليهود يشتروا أراضي ليس من فلسطين اشتروا اشتروا من كمان بريطانيا بمعنى أنك أنا يهودي جاي من أوروبا معي مصاري شفت فلسطيني أو اجتمعت فلسطيني حابب هو ما بده يخوم بلده ولا في قضية لسه وما في مشاكل ما في شيء بده الأخ يسافر من فلسطيني يروح يعيش بإيران فترة أو بده يعمل مشروع بحياته أم بيبيع الأرض عادي مثل أي شيء ما خيانة قضية ما في قضية ففي فلسطينيين فعلا باعوا أراضيهم لليهود كلماء أسباب تجارية لكن أيضا في فلسطينيين رفضوا يبيعوا أراضيهم فصار عليهم الضغط من بريطاني وتهجروا من أراضي زراعية تبعهم من بيوتهم شان إسرائيليين يشتروا بمصاري فهي أول فترة كانت من بعدها لما نهض الحزب النهض الحزب النازي بألمانيا وصار القوة اللي صار باليهود صارت للوجوء أكبر بكتير وصار أي حدا بأوروبا يهودي بيصل على بريطانيا بياخد جواز فلسطيني فورا أي حدا بيصل من أي بلد أوروبية على اليوكاي على بريطانيا بياخد تربح معنا الجواز فلسطيني فورا منبعتك على القدس أرض الموعيد تبعكم فهون بلش بقت الهجرة وبلش الضغط والأرقام الكبيرة من اليهود اللي تجي على فلسطين لحد هلأ كان ما في مشكلة مع الشعب الفلسطيني اللي أغربيته كانوا عرب مسلمين لحد هلأ ما كان عندهم مشكلة خلينا نشطح ما يقارب الف وتسعمية وخمسة واربعين الفترة اللي مات فيها هتلر خصير وصار عندنا فيه شغلة اسمها الأمم المتحدة نشأة الأمم المتحدة أمم المتحدة كمان إذا ما لم أخطأ أمم المتحدة هي بنفس السنة اللي مات فيها هتلر هتلر مات بأول 1945 وأمم المتحدة بآخر 1945 تم الإنشاءة فصار في عنا أمم المتحدة فبهالفترة وتصار عنا أمم المتحدة بلشوا يستوعبوا البريطانيين والفرنسيين انه في انسحاب لازم سيقريبا بدي يطلعوا من هاي الأماكن وصار عنا أمم المتحدة وحقوق إنسان وهي الأشياء بدون يطلعوا من هاي الأرنق فبهذا الاستيعاب تبعهم شو ساووا انسحبوا وشو عملوا السلم والقصة لمين للصهاينة علونوا الصهاين الموجودين نحنا مندعمكم نحنا كل شي لأكي حنروح لبعيد نحنا مع دخلنا بهاي الفترة الصهايني استوعبوا بأنه عندهم فرصة تاريخية أنهم يأعلنوا هاي البلاد باسم ما يسمى دولة إسرائيل عندهم فرصة تاريخية سبب هاي فرصة تاريخية أول شي التشرزم والضعف العربي اللي كان صاير حواليهن ثانيا الانتهاك الدولي اللي صاير بسبب الحرب العالمية التانية وذي كانت من دهية الحرب العالمية التانية مع موت هتلا 1945 فكانوا استوعبين أنه في ضعف دولي وعالمي وبيقدروا يعملوا اللي بدهم يا هلا عندهم فرصة ذهبية بدون ما حدا يقدر يتحكم فيهم او يعمل اي شي فاعلنوا بفترة الف تسعمية وسبعة واربعين تقريبا اعلنوا الحزب المتعصب الصهيوني انه نحنا بدنا ناعلن هاي الدولة أرض إسرائيلية وخلونا ناخد رأي الأمم المتحدة وناخد رأي فلسطينية وكذا أمم المتحدة طلعتهم بقرارات لهم هنعطيكم انتو والفلسطينيين او انتو المسلمين حنقسم لكم البلد شو رأيكم ضلوا عم تناقشوا بمقاسمات لحاخر شي وصلوا انه الاسرائيليين بدنوا 58 بالمية من الارض وبيطلع لهم الفلسطينيين ل42 بالمية فلسطينية تبعا رفضوا هذا الموضوع نحنا نحنا الارض لانا البلد لانا نحنا الاغلبية فبداك تعايشني كأقلية يعني وبدن حكم سياسي ايضا كمان الاسرائيليين كانوا خمسين بالمية من من فلسطينيين وبدن حكم سياسي لهم يكون هنن يكونوا الدولة الاولى يعني هنن مسيطرين فقالوا لهم الفلسطينيين ما حيرضوا يعني هاي شو ها الديل هاي بدك تحولني لاقلية ببلدي انا مزابطة لسه رفضوا هادا الحكي تقريبا بقى افتشة 148 اسرائيل انتبهت انه الامة متحدة ملتهية ومشغولة بالمصائب تبعها يتبع انتهاء الحرب العالمية الثانية وما حيردوا عليهم وحيعطوهم القدس اصلا ما هنن بدون فبلشوا يرتكبوا الجرائم بقى الصهاينة ما بعفزا كانت اول جريمة لكن اشهر جريمة كانت بمنطقة قريبة على القدس اللي هي اسمها ديرياسين اللي هلا صار كلها تغيرت صارت اسمها يهودية لماكن ديرياسين بيعتقد اما كانت اول او اكثر جريمة مروعة والصهاينة طلعوا بلش يفوتوا على الضيع بشكل غير مسبوق غير مبرر وغير متوقع بلشت المذابح والاجرام بالفلسطينية وحركة مقرفة كانوا يعملوها بفترتهم انه يصوروا الجرائم تبعهم لحتى ينشروا هاي الشغلات للضيع التانية ويخوفوا العرب والمسلمين انه شوفوا شو هيصير او شوف شو عم نعمل نحنا بيقولوا لوقتنا الحالي اليوم في صور موجود عند الحكومة الاسرائيلية ما بيارجوها لحدا لكن كانوا اين كانوا نجبروا ينشرواها لحتى يخوفوا الناس اكتر كانوا نشرواها فكانوا بالجرائد بالراديوهات بايشي موجود بوقت كان يقعلنوا بانه احنا بلشت الدبح والقتل وانتوا لازم تهربوا فعلا كثير فلسطينيين بلشوا يهربوا ويطلعوا لانه خايفين من الموت بدون يضعفوا عن حياتهم خايفين اولادهم بلشوا يهربوا ويطلعوا لكن بهاي الفترة بقفت سمية واربعين لما هربت الفلسطينيين من ابناء اه لما هربوا من بيوتهم وراحوا على الدول مجاورة ما حدا كان هربا بنية الهجرة ما حدا مهاجر من هاي البلاد حتى بيقولوا في ناس كانوا طالعين معهم بس اتيابهم معهم تياب يوم يومين او اسبوع او شغلات بسيطة في ناس معهم مفاتيحهم بايدهم المفتاح اللي هو اشارة حق العودة المفتاح كانوا يفلوا بوابهم افلوا البواب وطلعوا لانه مفاكرين انه هن راجعين والهاي البلاد مجاورة حاولت تعمل حرب او بلشت حرب مع اسرائيل لانه اللي عم بصير مجازر عم بصير ظلم هذا الشي والامم المتحدة شو عم تعمل ام المتحدة نو اسرائيل ضده ما في كتا عملي هايك شي بعدين بدلتفتوا بروح بلتهوا بمشاكلهم اسرائيل الساعة عم تدبح وعم تاخد قرب وعم تاخد مدن نو ممنوع لا نقبل نحن ونعلن استنكارنا بس ما عم بساوا اي شي عمليا وهنا ما بيقدروا ويقول لك نما في لان احنا هلا طالعين من الحرب العالمية الاولى الثانية ومع ان شي نساعد فيه الفلسطينيين فتاركين عم بيجربوا فيهن على كيفهم فبلشت تهرب الفلسطينيين من من البلد تبعها لكن مفاكرين حالون هيرجعوا هرابوا على لبنان هربوا على سوريا هربوا على العراق على على عفوا على الاردن والاخرين فاجتمعت هاي الدول بعض الدول العربية السورية العراق الاردن لبنان اجتمعوا وعملوا حرب وخسرواها مع اسرائيل فهون لما إسرائيل بلشت تتدبح بشكل أو ترتكب جرائمة بشكل من دون عقوبة وشافت أنه هنا انتصروا على العرب هون بقى فلشت السيطرة وهون زاد البطش تبعهم لدرجة أنه بلشوا يقلصوا الفلسطينيين وتواجدهم من كل أماكن I think فينا نلاقي صورة هاي منه شلون كان الشعب الفلسطيني مسبقا هاي الصورة هون 1947 تماما هاي الصورة هذا كان الاتفاق مع أممتحدة كانوا متفقين أنه إسرائيل كون عندها الأبيض والفلسطينيين المسلمين العرب كون عندهم الأخضر هاي الصورة عوام متحدة لكن من بعد الجرائم تعقفة 1948 هيك صار المنظر واندفشوا الفلسطينيين صاروا بقطاع غزة وبالضفة الغربية اللي هي أيضا يعني هاي تماما هو هذا المنظر النهائي تماما هذا هو هذا منظر وقتنا الحالي فينا نقول يعني فتحولت النسبة اللي كانت طالبتها إسرائيل هي 850% من البلد تحولت لما يقارب 75% إذا مو 80% أكثر من البلد والفلسطينيين غير موجودين والمشكلة لأنه الفلسطينيين اللي حاولوا يرجعوا ما دوا يرجعوا شاركنا إحنا مسمعوا أنه بيطالبوا بشي اسمه حق العودة لأنه انت خالص طلعت أمصاروا أعلنوا هنن بالجرائي طبعا بأنه هنن نسلمونا البلاد يعني نعطونا الأرض طبعا وإحنا ما عملنا شيء كل اللي عملناه وأنه ارتكبنا الجريمة بيكون ضيعة وإحنا لحالة نطلعوا وعلونا تفضلوا هاي لبيوت طبعنا طيب ماشي أخي بقى الوست بانك الضفة الغربية ليش كمان السادكون عم بتهجروا الناس مننا ليس فجأة بيجي بلدوزر بهت بيت وبتعطوه لعائل إسرائيلية وعالم عايشة طول عمرة بهذا البيت بتطلع بره بلشنا من بعده هون بقى بس لحطوا على مدى الطويل بس لحطوا الإسرائيليين بس لحطوا إيدهم بإيد أمريكا لأنه صاروا عبق هنن على بريطانيا عبق على اتحاد الأوروبي بشكل عام بلش يميل لأشياء مسالمة أكتر لابتعاد عن الحروب ومشاكل إسرائيل هون اتعرضت شوي للخطر فترة معينة حست حالة حتكون لحالة أم طلع بعدين البطل الأمريكي قال له وين حبيبي بطل أمريكي معروف أمريكان روح أمريكان هي تعتبر دولة ديمقراطية داخليا لكن خارجيا السياسة تبعها إمبريالية السياسة تبعها أمريكا فإسرائيل كانت موه بالنسبة لها لأنه الفكرة الإمبريالية هو أنك أنت تروح على أماكن وتسيطر عليك نحن نرى دائما في عنا معسكرات أمريكية بكل إرني كل بلد فيها معسكر أمريكي وبلد ما فيها معسكر أمريكي أمريكا بتغزوها لسبب ما وبيحطوا معسكر فيها بعدين بيطلعوا فإسرائيل اجت شيء مثالي لأمريكا بعد ذلك الوقت الاتحاد الأوروبي تخلى عنا نوعا ما لأنه أخلاقيا صارع عندهم شيء أعلى وهن نوعا ما ضد الجرائم اللي عم تعملها إسرائيل تعمل حرب ما في داعاتين زي تقاتل دول العربية بلد مجانية منطقة مجانية لأمريكا تكون أكبر محطة أمريكية بشرق الأوسط بشكل مجاني فحطت إيدها بإيد أمريكا هنا وأمريكا هنا أيضا كمان صار في الشغلات اللي صارت من بعد المرعب يا أصدقائي أنه في عنا ناس نحن جاي من أمريكا ناس جاي مثل من منهاتين ولا بروكلين ولا لونغ آيلند يهود يهود أمريكا أغنياء وأثرياء ومعروفين هنا بيساعدوا بعض يلاقوا عمل لكن في دائما هذا اليهودي اللي ما بدي يعمل أي شيء اللي ما يشارف يكون بأمريكا شو بيساوي مهما يحالوا بينزل على على فلسطين شو بصي بفلسطين بيطالعوا عائلة وبيسكنوا هو محلة ولا كأنه في شيء المستوطنين يصاروا يجوا من أمريكا بأرقام خيالية بدن يعيشوا بدنوا بيوت شو منهم نجيب لهم بيوت منطلع الناس تخيلوا أنتوا عايش ببيتك صلاك أجيال جير ولا جيل الصورة تبع جد أجدادك محطوطة على الحيط بدق عليك الشرطة يلا طلع بفوت زلمة بيعيش بها دا البيت وأقول بتعرفوا انت ولا شايفوا بحال وأحيانا بيهدوا للبيت زي ما عاجبون لأنه في ناس تعرفوا ما بدي تبع البيت تبع يكون أنا شو بدي أحلام الناس وذكرياتها بدي بيت لإيلي يكون يعني فبيطالعوا الناس بيوتها بيعيشوا عشان هيك صار من منزر آخر شي هيك أنه هي الضفة الغربية يفترض تكون للفلسطينيين لكن هيك صار منزرة بوقتنا الحالي مستعمرات مستعمرات قوب والناس ترحلت وحتى الناس يكات عليها صعوبات اقتصادية أو صعوبات اجتماعية ورحلة أي حدا كان يطلع بيعتبروه خلص راح البيتك إذا طلعت معنات أنت عم تتخلى عن بيتك وبلشوا بعد هذا الضغط كله اللي صار على الشاب الفلسطيني بلش يصير فيه حركات فيه ردة فعل فلسطينية ردة فعل عنيفة يعني الناس بنبعد كل هالشي اللي تعرضوا له صار في عندهم ردة فعل عنيفة عم بيهاجموا بالسلاح عم بيعملوا تفجيرات عم بيعملوا أشياء هون إسرائيل صارت تلعب بقى دور الضحية بهالفترة وأنه إحنا ليكي شو عم بيعملوا فينا وشوف شو رحنا شونا مجبورين نعم فيهم لأنه هن يبدأ شو لكن الحقيقة التاريخ تبع الفترينية وتمع الاربعين والجرائم صارت مدفون مطمور وما بيعلموا بالمدارئ يعني بيعلموا بدارسنا لكن مدارس الغربية ما بيعلموا أبدا هذا التاريخ منو شو عملت شلون إسرائيل أعلنت أعلنت حالة دولة مستقلة وشو على أي أساس ما بيعلموا هذا التاريخ فبهاي الفترة بلش الصراع أو خلينا أقول القوة العسكرية الأكثر إثبات للوجود تتمركز بغزة بقطاع غزة بفتش ميو ستة وثماني سبعة وثماني صافي عنه شي اسمه حركة حماس إخوتي حركة حماس أحكي لكم إياها من الآخر هي حركة متطرفة إرهابية كان في عندهم اختيالات كان في عندهم تفجير كان عندهم هاي الأشياء ولكن أغلب الشعب الفلسطيني ما كان داعي من لدى حركة حماس لدرجة أنه تخيلوا إيمتا تم انتخاب حركة حماس بغزة إيمتا بأي سنة بتتخيلوا ان تم انتخابها من بعد كل هالسنين من الإجرام والإرهاب الصهيوني على الشعب الفلسطيني من بعد كل هالسنين حركة حماس ما تم انتخابها لل2006 فأنتم بس تخيلوا من 1948 الاجرام اللي عب يصير بالمنطقة لألف وتسعمائة وسبعة وثمانين لأعلن وجود حماس الشعب ما بدوا يياها أغلبيتهم لأنه شعب فلسطيني تاريخيا شعب مسالم جدا حتى على مستوى الديني ضلوا للسبعة وثمانين لو وجدت حماس ولل2006 لصوتوه للحماس بكل هالفترة ما بدوا عنف هنما بدوا العنف يتم مواجهته بالعنف فهي لازم تحطوها بعين الاعتبار نرجع من أول الكلمة نفسها على حماس اللي حكيناها ببداية الفيديو عن الحركة الصهيونية لما كانوا عب يتم اضطهادهم بأوروبا حماس وجودة غير مبرر أخلاقيا لكن يمكن تفهمه حسب المعطيات تماما مثل ما حكيتها حركة الصهيونية بيوم لأيام وجودة وأعمالها وأفكارها غير مبرر أخلاقيا إرهابية إجرامية عنصرية ضد الآخر لكن وجودة متفهمة بسبب الضغط تبع الشعب حماس نفس الشيء تماما فحماس وجودة أخلاقيا غير مبرر لكن مستوعب يمكن تفهم ليش موجود حماس من دون ما نتفق معهم أخلاقيا وعفكرة كمان شغلة مثيرة للانتباه من أهم أسباب وجود حماس وانتخابه هو الإسرائيليين نفسهم لأنه بفترة معينة كان في تلاعب أفكار عب يصير من طرف الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني اللي هو بلاش الإعلام الإسرائيلي ينفخ بحماس يحسسهم أنه حماس هي الرعب تبع الإسرائيليين حماس هي المواجه الحقيقي للموساد وهي الأشياء فالشعبي الفلسطيني يحس بأنه أنا ما بدي إرهاب ما بدي إجرام لكن أنا متروك لازم تقروا عن مسيرة العودة لما الشعبي الفلسطيني قرر بيوم الأيام أخي ينوت أنا حأمشي خلونا نجتمع كل آياتنا ونمشي فرد ماشي من دون سلاح من دون قتال من دون شي نحمل اتيابنا ونجيبه ونحاول نمشي نرجع على البلد تبعنا حق العودة تبعنا نكسبه من بطريقة مسالمة وشو نفاكرين هنن بالإنترنت الجديدة والكاميرات والتصوير والإعلام ما حقدروا يعملونا شي صهاينة ونفس وقت نحن العرب ورانا ورانا اتحاد الأوروبي كمان في بنا ووقفين معنا وكانوا غلطانين مية بالمية لأنه اشتغل إطلاق الرصاص عليهم لناس مسالمين عز الأطفال ونساء أغلبهم كان الناس مسالمين بسحبوا يقلبنا نمشي باتجاه السور اللي حاطينا نطلع تم إطلاق الرصاص عليهم أنه مات ما يقارب 300 شخص ونجرح بالآلاف ناس وتشوه بالآلاف ناس فكمان هاي مسيرة العودة كمان أو شو كان اسمها اللي هي بلشت القصة كلها تعمل مسيرة بلشت ببوست على الفيسبوك بأعتقد أو شاعر نعم شاعر فلسطيني شاعر فلسطيني كتب قصيدة عن أنه كيف الحمام أو الطيور بتطلع من غزة بتفوت على البلاد تبعها وبترجع فقال ليش ما نحن نعمل شي نفسه بكل طريقة مثل العصافير يلي بالسماء نحن نكون أيضا لكن عصافير الأرض من دون أسلح من دون شي نمشي مثل نمشي مسيرة عم أطلقوا النار عليهم فبعد يك الفترة بلشت بلشت شعب فلسطيني يشوف أنه إحنا لا العرب دعمينا لا الغرب دعمنا ما في حد عم يساعدنا والمعيشة الاقتصادية اللي كانوا عايشينها أصدقائي بالظروف الحياتية لا يمكن تخيلها الناس اللي بتولد بغزة بتموت بغزة مثل كوريا الشمالية الأمور الأسوأ كانت لسه عمالي الكوريا الشمالية بيحب شعبه وذلك بيعايشهم فعايشين الناس بسجن كانوا سجن اسمه سجن مفتوح غزة هي سجن مفتوح لو ما له مفتوح أيضا لكن مفتوح خلينا نقول للسماء بدون سقف هي سجن بدون سقف لكن محوط بالسياج فعايشين بالسجن كانوا الناس انجبارهم بحماس وانتخابهم لحماس اللي إجا كتير متأخر دليل إنهم ما بدون عنف كانوا جبارين عليه الإسرائيليين تلاعبوا فيهم إعلامية لجأن لا تنتخبوا حماس وليشوا من خاف من حماس لأنه كان عندهم خطة الإسرائيليين الخطة كانت أنه بدون يسكروا قطاع غزة يحصرون وبدون يعلنوا منطقة عسكرية يمكن قصفة لأنه من زمان شو كان يعملوا إسرائيليين يقصفوا وما يعلنوا يقصفوا وما يعلنوا وبتطلعوا الاتحاد الأوروبي لا إسرائيل لا تقصفه عم بيموتوا الفلسطينيين بغزة عم بصير فيهم مجازر لكن ما حدا بيأعلن هذا الشيء نسمعها على الجزيرة بعدين هاي فواهبة بتوقع من السيارة بيبين رجلة بيحطوا الكاميرا خاصين بتنسى الناس والإعلام الغربي إنسى ولا حدا كان يحكي موضوع لما إسرائيل تقصف فإسرائيل كان بده ردة فعل عسكرية فبلش يتطلع حماس فبلشوا هن يضخموا بحماس رجال وليه شو من خاف من حماس قام صوتوا له لحماس لأن الشعب فكر حماس يحنى الوحيد إسرائيل خايف منه صوتوا له لحماس قام شو صار بستسوى طوله لحماس طار عقل إسرائيل لأنه إسرائيل كانت من بأواخر الـ 80 كانت قانعة عن دول الاتحاد الأوروبي إنه تحط حماس على قائمة الإرهاب وفقولهم بهذا الشيء لأنه حماس عملت بعض التفجيرات بعض الاختيالات ونشوف شو عم بيعملوا فينا عم حطونا قائمة الإرهاب هنين وحزب الله فلما حطونا قائمة الإرهاب أصدقائي وحكومة غزة أو مجتمع هالغزة صوتوا لحماس إرهابية صار فينا نعمل اللي بدنا ياه ما هذا اللي كان بدهم يا الإسرائيلي لأنه من قبل كانوا ما بيقدروا كان عليهم الضغط من الأمم التحية شوي كان عليهم بعض الضغط من حقوق منظمات حقوق الإنسان لكن هلأ بعد ما صارت حماسية صاحبة المنطقة صار في نعمل اللي بدية وإي حدا بيحاكيني أنا عب حال بالإرهاب أنت مع الإرهاب أنت مع الإرهاب شكلك بدي أعمل سياجة على غزة كله وقطاع غزة بدي سكره وبدي أقصف فيهم أنا على كيفي عشوائيا وإمتى ما بيجي عبالي وأي حدا بيفتح تمو ولا وبدي أقفل عليهم ما بيفوت عليهم أكل ما بيفوت عليهم مي ما بيفوت عليهم كهرباء ما بيفوت عليهم الإنترنت ما بيفوت عليهم شي فاللي صار إنه بس لنجحوا الإسرائيليين إنه يخلوا غزة تعتبر منطقة إرهابية مقادة أو محكومة بجماعة إرهابية حطوا السياج سكروه على غزة وبلشوا قصف فيها لوقتنا الحالي لوقتنا الحالي قصف أشوائي إمتى ما كان لحتى هلأ آخر فترة شفنا اللي شفناه اللي حصل من كم أسبوع ضاجة حماس فاتوا بعمل إرهابي بشع فاتوا على جماعة عم بيحتفلوا ارتكبوا الجرائم يرتكبوها فيهم يلي مرة تانية أنا بشوف وجود حماس هو غير مبرر إخلاقيا لكن يمكن استيعابه حسب المعطيات يمكن استيعابه نفس الشي ما تمعكين على الاتحاد أو على الحزب الصهيوني تاريخيا غير مبرر إخلاقيا لكن يمكن استيعابه المشكلة الحالية صفية تبعنا إنه حماس بالحركة اللي عملتها بلشت حرب حماس قادر إنها تبلش حرب لكن مشكلة إنه حماس غير قادر إنها تستمر فيها أو تنهيها اللي قادر يستمر أو ينهيها هو الإسرائيليين هن اللي قادرين يستمروا بهذه الحرب وين هو فحماس بلشت حرب هي مال أدى لكن بنفس الوقت ما عندهم حال تاني مفشي تاني يعملوه لو مو موجودة حماس أصدقائي المجتمع الفلسطيني بيتبخر مع الوقت بعد كم جيل قدام بيتبخر بيصير مثل الشراكس تبعها الشراكس العرب حدا بيعرف وين الشراكس العرب وإنها عالمها الأكراد العرب الأرمن العرب بيختفوا بيتبخروا مع الوقت جيل جيلين بننسى إليك اسمها إسرائيل أصلاً على الخريطة وشفنا حتى شو عم بيصير فيها الضفة الغربية وغزة يعني هلأ غزة يمكن منها خاص أنا الحرب هلأ فهيتين فيها يمكن هاي نهاية غزة الناس يأمدوا تطلع على مصر هي أيضا المسكرين عليهم الباب يأمم بدي يموتوا بقلبها وتطلع على الاتحاد الأوروبي نحن نعارض مع الحدث يأم بيضيروا وشهم وخلص مع الهيام بيتبخر مجتمع الفلسطيني وبيتحول لشيء تاريخي بنحكي عنه الهيكة أصلاً بهالمنطقة تاريخياً كان في فلسط... فلسط... شيء مثل الشراكس بوقتنا الحال أو هيك شيء بيختفوا فحماس عملت شيء بحيط اللي بتقدر تعمله اللي هو جرامي أنا لا أتفق معهم لكن ما عنده شيء تاني يأمله خلينا هلأ هون نصل لأنا موقفي حسب هاي المعطيات اللي حكيت تكون إياها وحسب كل هاي الشغلات أنا اليوم مع استيعابي للشعوب شلوهم تتبدل شلوهم تمسك أراني والقوي بيقتر الضائف وكذا لكن إحنا كنا عم نحكي بفترة لما حكينا بأنه بالألف وتسعمائة ألف وتسعمائة وخمسة واربعين لما صار في عندنا منظمة أمم المتحدة يعني حقوق الإنسان لازم كنا نعمل أحسن من هيك غير مبرر اللي عملته أسا الجريمة اللي بلشت أفتسعمائة واربعين غير مبررة لهيك أنا موقفي الحالي أنا معارض تماما أخلاقيا لأعمال الصهاينة ووجوده والحزب هو بحد ذاته شو فكرته لكن مستوعب ليش موجود أو ليش وجد تاريخيا معارض لوجود حماس والأخلاق تبعهم والفكر العنصري يرهابي تبعهم لكن مستوعب ليش موجودين لكن لما بحط الأمور بزينهم بميزان بشوف أنه اليهود تاريخيا حسب الضغط اللي تعرضوا له والاضطهاد والظلم كان لازم يتطوروا أخلاقيا شوي ويعرفوا أنه الشيء اللي تعرضنا له نحنا ما لازم نعرضه لشعوب تانية أو ما لازم نطبق على شعوب تانية لكن مو هذا اللي حصل اللي حصل اللي حصل أنه الشيء نفسه لهنين بكرهوه وتعرضوه له وانظلموا في طول عمرهم طبقواه بطريقة أبشع لسه على ناس تانيين فأنا اللي شاء ومثل ما حكيت لكم الفترة من ألف وتسعمائية وثمانية وثمانية واربعين لما بلش الإجرام وبلشت المجازر اللي تصير بحق الشعب الفلسطيني من هون لحتى ظهرت حماس بألف وتسعمائية وثمانية وثمانية من بعد هاي الفترة كلها الفلسطينيين صح اعترضوا على بعض الاتفاقيات صح أنه كذا لكن ما في كان ردة فعل عنصرية وإرهابية ضد الإسرائيليين ما كان كل هالفترة كانوا عم بيحاولوا يحلوا الأمور بشكل مسالم بشكل سياسي ليش؟ لأنه كانوا مفاكرين العرب بيظهرهم والغرب بيظهرهم والحكومات اللي عم تدعمهم لكن كانوا غلطانين الشعب الفلسطيني كان غلطان 100% لأسر متفهم وجود حماس لا أتفق معهم أبدا بالعنصرية والإرهاب تبعهم متفهم وجودهم وهنا نردة فعل الوحيدة العنيفة ضد العنف يبلش من 1948 بالفترة اللي كان في عندنا نحنا أمم المتحدة كان لحقوق إنسان كانت الدول محترمة لحدود تبعها وكان لازم يصير شيء أفضل من اللي صار وما كان لازم ينسمح للحكومة الصهيونية التعمل اللي عملتوا بهذا المجتمع لكن هذا اللي صار فأنا أميل أخلاقيا أكثر للطرف الفلسطين أميل أخلاقيا أكثر للطرف الفلسطيني وبشوف إنه كانوا نظلموا كتير تاريخيا ضاحقوا كتير وهلأ اللي جاء بمستعمر إما إنه حيتبخر هذا العرق وحيصيروا دول حيصيروا شعب متشتت بكل أرضي وبعالوقت ما عدت بنعرف شو هي الأرض الأساسية طبعا طبعا عم بيحكي بعد 60-70 سنة أو أكثر أكثر عم بيحكي بعد 200-250 سنة يعني يا أما لحيصير شيء اتفاقية وترجع هاي الأرض مشتركة ويعيشوا فلسطينيين مثل ما كانوا عايشين من زمان أهل فلسطين مسلمين مسيحية يهود طبعا ما يمتخيلوا يحصل لأنه للأسف الحزب الناجح حاليا من الطرف اليهودي هو حزب عنصري إجرامي إرهابي اسمه الصهيوني والحزب أيضا المقاتل أو المواجه هنا الطرف الثاني هو أيضا حزب إجرامي عنصري متعصب لهو حماس أنا ما تغير رأيه طرفين سيئين متفهم وجهة نظرك لكن أنا هذا كنت أحاب أقوله حاليا فينا نقول طرفين سيئين لكن إذا منرجع تاريخيا منشوف أنه في طرف كان عنده فرصة يعمل شيء أفضل حماس هي ردة فعل لوجود الإجرام الصهيوني بمعنى آخر لو لإجرام الصهيوني ما بالضرورة كان وجدت حماس لو لإجرام الصهيوني على الأرض كان اليوم كانت الدول هاي البلد هاي اسمها بلد فلسطين ومجتمع فيها مسلمين مسيحية ويهود ودولة واحدة مو دولتين دولة واحدة للجميع لكن حماس مرة ثانية لا أتفق معها ما بشوف أخلاقي بشوف العنصري إرهابيين لكن هنا وجودهم هو ردة فعل للإرهاب والعنصرية تبع الصهاية هي ردة فعل وردة فعل بصراحة متأخرة طولت لاجد وهذا دليل أن شعب فلسطيني برأيك عما بيحاول يعمل شي مسالم تعالوا شوف هذا الفيديو ومتقل لي الصديقة شوف هذا الفيديو صديقي بداية أنت بداية أنك تلاقي أغلب الأغلبية ما بتفهم مع هذا الكلام أغلب الناس زائد لما منشوف هايك فيديوهات الناس يعني الناس يتسفق وتنبسط على فيديو وتلاقي بأنه الله لحق معه صديقي أنت إنسان تخليت تخليت بشكل تام عن الأخلاق وعن إنسانيتك بشكل تام لأن شو شو هي الفكرة الفكرة أنك أنت لما بتقول أنه أنا شايف هذا الكلام أخلاقي أنا شايف هذا الكلام أخلاقي لماذا؟ لأنه هن ارتكبوا الجرائم وهلأ أنت كتاب تحكينا 900 معنا فأنا مبرر بني أعمل هذا الشيء ليه شو صاير معك أنت صديقي أنت شايف جريمة إسرائيلية ومتفق أنه هي جريمة إذا أن أتلوا أولادنا أو أتلوا أهلنا واختصبوا نساءنا هاي جريمة وشيء غير أخلاقي وأنت معترض عليه لكن بغروف معينة الجريمة نفسة اللي أنت بتستنكرها وبتلاقيها مرعبة ومقرفة بتصير أنت بدك إياها ومفئة ونكتة حتى تسجوك يا ألا يا أول الله إذا بجيب ليها هلأ هلأ بعمل فيها بس جيب لي أهلأ الإسرائيلية فأنت صفيت إنسان ما عندك إخلاق حقيقية صديقي إنت صفيت إنسان أخلاقك أخلاقك ظرفية حسب الظروف فأنا إنسان أنا إنسان أخلاقي وأنا أعترض بلي عمته إسرائيل بشعبي وبأهلي وبناسي لكن بظروف معينة أنا مستعد أعمل أكتر معهن إنت مالك إنسان أخلاقي صدق إنت إنسان تخليط عن أخلاق تماما إنت إنسان تحولت لإنسان مجرم لكن بظروف معينة فيا وهيك ناس بتضر القضية الفلسطينية بتضر أكتر ما تفيدك يعني أنت بشان جي بعدين أنت صديقي تاع أرجيني حالك وين سكرتك أنا تاع أرجيني حالك أنت مرة ثانية خلينا نردح عليه شوي أعدي أنت حاطت هاتسة حقو 30000 دولار أعدي على كرسي حقو 500 دولار رفيقك الثاني واصل لي وراك باكراوند حق 2000 دولار صديقي أنت أنت ما بتعرف شي عن غزة أنت ما بتعرف شي عن ضفة الغربية أنت ما بتعرف شي عن العيشة الفلسطينية أنت ما بتعرف شي عن عن الألم والأزة الحقيية اللي عاشته هاي الناس والأرف اللي عايشته أنت ما بتعرف شي حبيبي أنت متلقين تلقينا هذا الكره وأخلاقك مرة ثانية الظرفية حسب الظروب ما فيك تقنعني واحد وأعاد لي حاطط لي كاميرا 2000 دولار عشان تطلع لي ستريم وتحكي لي بأنه والله ما تجيب أنت ما بتعرف شي عن القضية صديقي اللي أمدافع عنها ولا عندك أي اتصال فيه أنت جاي تعملي حالك بعض القضية وتعمل نو طلع بره شعب طولي شريف جابي لعمل مشاكل صحيح تنظيم حماس اليوم قصف مئات الصواريخ بدون سابق انزار على إسرائيل وقتل عشرات الأشخاص وتم كسر بعض الحواجز على حدود دخلت مئات منها مئات الفلسطينيين بشكل فوضوي تجاه شوارع إسرائيل كل فيديوهات يمكن وصفها بشي واحد همج مجموعة همج بيقودهم عيال بيع حياتهم استعدى تموت في أي لحظة ومعندهمش شيء يخسروا باسم تحريف فلسطين ويتبعهم قطيع من الشباب العربي على النت اللي ما فيش أي حاجة على غضية جزء كلمة فلسطين إسلامية المظر الموجود النهاردة ما يطلعش غير من شوية بلتجية مجرمين بلتجية لازم قول مجرمين ركز في فيديوهات أغلبهم يصوروا قصف خطف نساء ورميهم داخل سيارات مليئة ببلتجية من حماس مني ومنك جماعة كتاب القسام خاصة اللي هي الفرع العسكري تبع حماس وحلال مشاركتهم بينهم فيديوهات تانية لبنات إسرائيلية متوفية عيني أنا في السيارات ومتجيز داد والله أكبر لا يوجد ما فيش عندهم غير الدم الدم والنتيجة إسرائيل حترت بصواريخ على فلسطين كلها تقتل المئات الأبرياء اللي عادين في بيوتهم أمين كدو هذا اللي حصل حنخش في دوام القتل حتمدد لشهور ربما السنين وحيموت فيها ضحايا من الطرفين لكن يكونوا عامزين حياتنا هم شي يعني عن الجهل والدين لما يشيلوا سلاح أوكي متخيل من بعد هذا الكلام جنوا عليه الناس ضغري أنت ساوه أنك أنت مع أنت صهيوني متفهم أكيد الناس ليش عم تكره بطاعت عليك أخي خلينا لك شي لما منرى هذا البوست تبع تنزيم حماس يوم قصف مئات لما منرى هذا البوست ومنقول إذن شريف هو إنسان صهيوني إسرائيلي عامي هذا كلام غير مبرر هو رجل قدش هذا كلام هو ما قال أنه أنا مع أو أنا ضد الفلسطيني وكل بساطة أعلن أو حكى عن شغلي حصلت اليوم فعلا ولكن 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 شوف شو المشكلة صديقي شريف لما على مدى العشر سنين الأخيرة اللي أنت ناشط فيها على الإنترنت إسرائيل عم ترتكب جرائم شبه أسبوعية وقد تكون يومية ضد الفلسطينية وما منشوف منك ولا شي ولا بوست فجأة بسلحة يعني منطقة مظلمة مظلمة طول المدة ما حدا منتبه على شي خلونا ما نحكي عن شو ما مصير هون فجأة هون بهي بنحكي لي هون حماس شو عملت اليوم هذا الشي شو بيدل أخي شريف بيدل على أنك أنت يبدو أنك آخذ موقف يبدو أنك أنت مع الطرف معين لأنه بوعدك شغلي لو بوستاتك القديمة بنرجع فيها ومنلاقي بأنه اليوم ارتكبت إسرائيل جريمة بيقصف مبنى في غزة لو في هيك شي موجود بوستاتك القديمة وكان ما حدا بيجي منطقةك ممكن بيجوا منطقةوك لكن شو بيقول لك بيجوا ناس تانين بيصلحولهم بيقول لهم لا حبيبي بيروح شوف بوستات شريف القديمة وروح التعلم من هو شريف شو موقع هذا شريف إنسان محايد حتى لو أنا بيعترض معه أنا بحب حماس يا أخي وما بيشوفه نرهابيين لكن عن ما قال لي إنسان محايد لكن لا يفهم الحيادية من هذا النشر لما نتجاهل نحن سنين كاملة من الجرائم وفجأة منشوف حماس شو عملة نقول تعوى شوفه حماس لا يفهم منها الحيادية هاي واحد اثنين اثنين ايشور نتاكبوت اثنين اكشلي ما عبدي يزعلي لشريف حرام لأنه ايش انايس جاي ايش 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 لا اكشل ايش 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 اخي شريف عم بيصير عم بيصير تطهير عرقي للمسلمين بفلسطين وحضرتك كاتب لي أنا بكم ساعة هتم الهجوم علي وتعوى شوفه انت عم تحاول انت عم انت شاف انه فلسطين ما بستاهل الهتنشن اسرائيل ما بستاهل الهتنشن look at me look شوفه شو عم بيعمل فيني انا شريف انت تعتبر اكتيفست انت انسى الاكتيفزم انت شخصية ببليك لما بتكتب عن موضوع كونتروفيرشن مثل الصراع بين حماس واسرائيل كلهاتنا بنعرف انه حيجي يكره كلهاتنا you don't have to make this post يعني هذا البوست لايف هام انه غير بانه look at me انت سركوني على فلسطين والناس اللي عم تموت عم تطهر عرقين look 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 صديقي ما له زابط هذا البوست كلهاتنا موقت ما كتبتو انت لهذا نحنا بنعرف انه جايك هدول المسيجات وجايك هذا الكره وجايك we know we know that's what happens فانت اذا بتطلع حتى على الاكتيفزتانية الناس اللي بتكلموا هيك شي ما حدا بيطلع بيبكي من بعدها او بيكتب اي شي بنا شوفوني لانه متفهم هذا الشي طبعا انت اي موقف حتاقده حيجيك تهديده كل كذا فيا هاي هذا البوست بنصحك تمحي صديقي جانين doesn't look good فيا هاي قصة القضية بتمنى اكون شبعتوا ما ما اتوقعت دريها سانا ساعة بنحكي عليها ما اكون شبعتوا مني وانا عم بيحكي فيها وحسيتوا شو هو موقفي الحالي وان كنا بنعترض اهله وسهله كنا بنتفق اهله وسهله doesn't matter اللي عم بحاول اعمله كنت بالنهاية انه ما بدي الاصدقاء خاصة مراهقين مراهقات الجدل بعتوا لي مسيجات قصيحكي لنا شو رأيك بهي قصيحابي بعرف اغلب الصبايا والشباب وقتنا الحالي الصغار خاصة ما بيعرفوا التاريخ بيطلعوا لانا لا يعرفوا شو اراءنا لا يمشوا فيها بشكل اعمى تات ما بحب هاي الاشياء انا بتمنى بهذا فيديو كون وضحت لكم شو هي الحقائق اللي حصلت تاريخيا وشو سبب انا موقفي الحالي وشو التبريرات تبعه وانتو تاخدوا رأيكم بناءا على اللي سمعتوه وعلي شفتوه علي حتبحثوا عنه وتتأكدوا منه بغض النظر انا شو هو رأيي رأيي مموهم بالنهاية انا حكيت رأيي بشان بشان يصير حوار بينناتنا هذا هو رأيي وهذا موقفي لكن الحقيقة بدي كل واحد ياخد رأيه هو حسب معطيات خدوا انتو رأيكم على الاقل انك انت تقول انا لما انا مع اسرائيل او مع فلسطين على الاقل يكون عندك انت هذا الشيء مبني على معلومات حقيقية وليس لانه ماي فيفيريت يوتيوبر او ماي فيفيريت تيك توكر قال هذا الشيء عندك معلومات حقيقية